موضوع يهم الشارع العراقي المواطن العراقي بكل المجالات وكل الاختصاصات وأهم المجالات اللي دائما نتناقل كل مواضيها المجالات الصحية المجالات الطبية اللي دائما نصالت الضوء عليها على فئة الأطباء فئة الجيش الأبيض اللي دائما يتعب ويسهر ويقدم فاليوم احنا رح ناخذ إياكم موضوع ايضا صحي مهم جدا يخدم المواطن العراقي بفئة معينة من داء ومرض رح نتحدث به اللي هو الثلسيمية اليوم هو المحور الأول اللي راح نتناخذه بحلقة هذا اليوم عنده نادر جداً ما يكون الالتفاتة إليه والإجابة عن كافة التساؤلات اللي بذهني أو ذهن حتى المشاهدين اليوم اللي الدور حوله وحول داء وهذا المرض فما هو هذا المرض وكيف يمكن علاجه وشون يمكن أن نتجنب هذا المرض وأعراض هذا المرض وكل هذه التفاصيل والتساؤلات أكيد اللي ببالي وببالكم وفي بال أي شخص اليوم يتساءل عن هذا المرض وليش ماكو التفاتة لهذا الموضوع وليش ماكو الإجابات الكافية لكل هذه التساؤلات لكن اليوم داخل الستوديو راح تكون أكو إجابات كافية ووافية لهذا المرض مع الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة صواح الورد والعافية ورمضان كريم عليك صواح الخير والعافية الله خليك ستات نوردنا دكتور دكتور بداية يعني أريد عرف منك ونعبر كل المشاهدين شنو مرض الثلسيميين وشنو أعراض هذا المرض نعم أنا أشكرك وأشكر القناة حقيقتين للاهتمام بهذا الموضوع حاليا إحنا بصدد يعني حملة وطنية كبرى للتوعية حول مرض الثلسيميين لما له أهمية وتأثير على السياسة الصحية بالبلد وعلى يعني النفقات الصحية وما يصرف من وزارة الصحة مرض الثلسيميين أمراض فقر الدم الوراثية وهو نوع من أنواع تكسر كريات الدم بأسباب وراثية نعم ينتقل المرض مثل ما قلنا وراثة عن طريق الأب والأم في حالة إصابة الطرفين تظهر إصابة بالطفل أو في الذرية وهذه الإصابة تتميز بفقر دم وضعف ووهن وتأخر في النمو وتأخر في البلوغ وكذلك يعني تميز بعظام الوجه تكون تبرز وهناك يرقان وصفرار وقصر بالقامة وتضخم في منطقة البطن بسبب تضخم الطحال والكبد وأيضا مثل ما قلنا تأخر في البلوغ وبالتالي إلها تبعات وهي زيادة القابلية للالتهابات عادة ما مريضة ثلاثيمية تتكرى لديه الالتهابات العامة والالتهابات للأعضاء المعينة نعم ويكون قصر في فترة الحياة بالنسبة له أف نعم يعني أنا نقدر نقول أنه الموضوع هو وراثي ومو انتقال عدوى لا لا هو وراثي هو ما يعدي ما يعدي لكنه موضوع وراثي نعم هذه أيضا نقطة حتى نحن شنو السبب الذي نركز عليه حقيقة مريضة ثلاثيمية ممكن اكتشافه مبكرا عند الذهاب للفحص ما قبل الزواج ففحوصات ما قبل الزواج متحليل الدم وها بالتفاصل أصبحت مهمة جدا بهذا الجانب تكتشف يعني الأزواج الحاملين للسمة في بعض الأحيان هو لا يظهر عليه المرض نهائيا الأب والأم مثلا ولكن يحملون نسميها سمة الثلاثيمية هناك جين عليل لديهم يتم اكتشافه اكتشاف مبكر في فحوصات ما قبل الزواج وتعطى نصيحة يعني للزوجين لهذا الموضوع في حالة إذا كان لثمين حاملين المرض يعني راح تكون نسبة الإصابة بالنسبة للطفل عالية جدا وإذا كان شخص واحد حامل راح تكون أبسط فتعطى لديهم النصيحة الطبية نعم هنا نستطيع السيطرة على المرض ونمنع المعاناة التي قد يتسبب هذا الزواج بها بعد يعني إنتاج هذه الزرية على مدى طول حياة الطفل راح يعاني من المرض ويعاني من نقل الدم الأسبوعي في بعض الأحيان ومرات مرتيا بالأسبوع يأخذ دم وعلى طول حياته وبالتالي تعرف حضرتك تلي في المكانات اللي يأخذ بها الدم وتبعات مشاكل الدم زيادة نسبة الحديد تراكم الحديد بالجسم وهذا بحث ذاته راح يأدي إلى احتياجه إلى دوة ثانية اللي هو طلع الحديد بالجسم وهنا تكون المشكلة هي الأدوية التي تعالج تراكم الحديد هي أدوية غالية وغالية الثمن وتكلف الدولة وتكلف المواطن نفسها وفي بعض الأحيان تدخل في شحة مثل ما صار في فترة جائحة كورونا توقفت المعامل عن إنتاج مادة الدسفرال الخاصة بمرضى الثلاثيمية وأدى إلى معاناة وموت كثير من عدهم طيب هنا ننتقل شيء ذكرت أنه قصر القامة وكل هاي العراض والتفاصيل عن أنواعها بتصورة عامة يقدر يمارس الرياضة التي يتعرض لهذا الداء والمرض؟ هو حقيقة عندنا أنواع منه النوع البسيط اللي هو نسميحنا الألف ثلاثيمية اللي هذا رح يكون إنسان طبيعي لكن هو حامل المرض هذا ما علي مشكلة إلا في بعض الأحيان يصير عنده فقر دم ويحتاج نقل دم بين فترة وفترة البيت الثلاثيمية أو النوع الكامل للمرض وهو هذا النوع الصعب واللي تشوفون حضراتكم يمكن بالصور أو شايفينه بالشارع أو يكون قصير صفار عند منطقة تعظام الوجه مختلفة هذا صعب علي حقيقة ممارسة الرياضة لأن نسبة الدم عنده أقل من ستة أو من خمسة يعني تقريبا نصف دم نقول إحنا عنده فهذا يتعب بسهولة يتعب من أي جهد من أي حركة مرات بالمشي مرات يعني يتعب فدائما يكون مرهق منهك بأي مجهود نعم ولا يستطيع طبعا أكيد ممارسة الرياضة بالنسبة لا يستطيع طيب هنا أنا لنوعيتين اللي ذكرتها أنت قبل قليل نعم يقدرون أنه يمارسون حياتهم الطبيعي أنه يزوج وينجيب أطفال حقيقتين النوع الأول يقدر طبعا النوع الثاني اللي هو الاعتيادي اللي هو كان حامل المرض لكن مشكلته إذا كان هو حامل الجين وما يدر به وزوجته وتم اكتشافه بفحوصات ما قبل الزواج الثاني الطفل رح يطلع كامل المرض يعني هذا الصعوبة النوع الثاني اللي هو الشديد وعدنا هيج حالات بالعراق إحنا بالعراق يعني تحكمنا بعض الأمور العرفية والعشائرية صح وعادات وتقاليد خاطئة في بعض الأحيان هو بيثلسيمية ومشخص بيته ثلسيمية ومريض وتعبان ويزوجونه لريد يشوفون أولاده طبعا في كثير من الأحيان هو يكون عنده عقم وهو غير قادر على الزواج أصلا يعني نعم لأنه عنده يصبح تأخر بالبلوغ ومرأة فشل بالبلوغ عنده يصبح وكذلك يصبح عنده يعني ضعف بتأخر بالنمو فيبقى قصير يعني نقول طفولي يعني جسمه نعم فبهاي الحالة لا يكون قادر على الزواج إذا كان قادر على الزواج هنا المشكلة يتزوجون وينجبون أولاد أيضا عندهم ثلسيمية وعدنا عوائل حقيقة في العراق كلهم يعانون من الثلسيمية وكلهم يعانون من نقل الدم وينتظرون يعني المادة الدسفرال أو الدواء في حالة يعني صار بها شحة يعني هي هذه المشكلة اللي دنعاني نحن منذ اليوم بالشارعنا العراقي اللي قبل شوية نوهت عليها أنت اللي هي الفحوصات الدورية طبعا وفحوصات اللي ما قبل الزواج يعني هاي ناس مستهينة بهذا الموضوع على أنه يا الله هو شنو قابل شكوا أنتي ما بيتشي هو ما بيتشي يعني هذه الأخطاء الشائعة الكبيرة عندنا اليوم يمكن إذا مول أب والأم عذرا ولا تجد و تجد ممكن أنه وراثة تكون من الأجداد اللي أبعد بالضبط بالضبط هاي الأمراضة اللي نسميها المتنحية احنا هاي صفات متنحية نعم تحتوي على جينات هذه الجينات قد تنتقل من جيل إلى جيل ولا تظهر صح وممكن إذا اجتمع اثنين رح يظهر في جيل رابع مثلا هو جاي من الجيل الأول موضوع حقيقة يعني الأمور الفحوصات ما قبل الزواج اللي نوهت إلى حضرتك والفحوصات دولة مهمة جدا يعني نكتشف كثير من الأرض وريد يعني أنوهنا للمواطن أنه احنا في فحوصات ما قبل الزواج هو يتوقع إذا انكشف أكو مرض راح يمنع من الزواج صح هذا غير موجود هنا تأتي فقط مشهورة طبية يعني حتى لو هو شخص بالأيدز مثلا اللي موجود بفحوصات ما قبل الزواج أو شخص بهذا المرض الثلسيمية أو مثلا كثير من أمراض أخرى المنتقلة جنسيا وغيرها هنا فقط مشهورة طبية يعني تعطى النتيجة ترسل إلى القاضي عن طريق ألكتروني ولا نمنعه وحتى القاضي لا يمنعه صح لكن يعطي المشهورة الطبية أنه يا بهذا إذا ازوجته ترى حين تجعل المفرية الاختيار نعم فإحنا يعني نشجع كل المقبلين على الزواج في بعض اللحن تعرف حضرتك عندنا بالعراق يعني يعمل الفحص بشكل غير قانوني يأخذ بوزيتف أو سليم وخط مجرد أنه يكمل عقد الزواج لكن هذا هو ما يأثر على الدولة ولا يأثر على الفحص هو رح يأثر على لي وعلى عائلته في المستقبل طبعا ولاحظناهم يبقون يعانون طول حياتهم حقيقة هم وعوائلهم بسبب إهمالهم لفحصات ما قبل الزواج هنا يعني كلها الجنسين المرأة والرجل نعم يعني هنا نسبة متساوية أنه بموضوع التأثير الوراثي نعم حقيقة يعني هو ينتقل للسمى الوراثية مثل ما قلت لحضرتك يعني تنتقل بالألفة ثلسيمية عندنا أبسط لك إياها عندنا أربع جينات نعم يحتاج أربعتهم حتى يظهر المرض فلذلك هذا النوع بسيط النوع الثاني يحتاج الثنين الظهور يظهر عند الاثنين المرض يظهر عند الاثنين نعم حلو هنا الأطفال اللي ينصابون بهذا المرض يأثر عليهم بالنمو العقلي حقيقة هو بالبداية تظهر بعض العراض مبكرة من عمر ثلاثة شهور إلى ستة شهور إسهال مستمر في بعض الأطفال نعم ممكن يكون عندهم حمى في مستمرة يعني هي ليست حمى بسيطة يعني تستمر أسابيع واشة استمرارية نعم كذلك يعني تأخر في النمو يعني يظهر عندما يذهب يعني المركز الصحي هناك إجراء فحص النمو اللي هو يصير ويه كل لقاح كل شهرين صحيح رح يلقون أنه هذا متأخر بالنمو عن أقرانه هذه نقطة يعني ممكن تلاحظ مبكرة جدا فعلا وبالتالي يعني هذه بالإمكان اكتشافه مبكر إذا ما العائلة التزمت بالفحوصات الدورية وأخذت المشورة الطبية صحيحة يعني هنا أنا أيضا أكرت على نقطة ثانية أنت بنفس الموضوع أنه كيفية يعني مراقبة الأطفال وأيضا فحصهم بشكل دوري أخذ اللقاحات الدورية بشكل منتظم يعني حتى هذا الموضوع اليوم دعاني منه وكلا التمرين بهذه الحالة يعني بعد فوات الأوان يجي والله الطفل ابني رح يروح مني وهذه الأمور لأن بسبب بعض العقول أنه ما بي شي طي فلان علاجة طي فلان شي مؤانيها من نفس الشي هذه الأمور اللي احنا مدى نواكبها ويهي التطور الدي سرحدنا اليوم حتى يعني الأمراض اللي مدى نعرفها مين دا تجي ومين دا تطلع واللقاحات اللي دا تصير أيضا لازم أكل تزام بموضوع اللقاحات والفحصات الدورية للأطفال احنا سيد مصطفى عندنا مشكلة حقيقة بالوعي الطبي بالوعي الصحي نحنا ما عندنا وعي صحي احنا آخر الدول التي لقحت آخر الدول التي تقبلت اللقاح آخر الدول التي تقبلت المرض ولحد هذه اللحظة هناك ناس لا تتقبل المرض ولا تتقبل اللقاح حضرتك سامع احنا يسمونه السقوة السقوة هذه الطفل يكون يعاني من مشكلة مثلا عنده اسهال أو عنده حمى نعم يطوم مواد يعني اللي هي يعني مواد لا يتحملها مثلا بيها دهن أو بيها شحوم أو كذا وهو صغير يعني لا أقل من سنة يزقونه حتى يتوقف عنده الاسهال وبالتالي تسبب زيادة بالمرض ووفيات عندنا كثيرة بسبب مشكلة السقوة يعني هذه هميا أنا فرصة راح أستغلها ياريت والله يعني أنا حقيقة مسؤولة عن التوعية في وزارة الصحة موضوع السقوة مشكلة يا أخوان دي سبب النوفيات بالأطفال الاستخدام القديم التقليدي لمادة يعني مرات يستخرجون من جلد بعض الحيوانة مثل القنفذ دهن يعني لا يتقبل حتى الكبير بالسنة نعم قفل وين يتحمل يقلوا للدهن هذا أو يشمموه أو يبلعوه وبطرق أخرى معينة وقد تصار عندنا وفيات وصارت عندنا وفيات في محافظة الأنبار حديثة بموضوع السقوة هسه بالجديد يعني وسجلناها فموضوع الوعي الصحي مهم جدا نحن نريد من المواطن مع الأسف الظروف اللي صار بها البلد شجعت على الجهل شجعت على الدجل الاتجاه إلى الأمور الغير علمية صح لازم نرجع للأمور العلمية مثلنا مثل كل الدول المتقدمة الطبيب هو الوحيد الذي يعلم بالمرض وعلاجه وأي شخص تاني مع احترامي لكل المسميات هم لا يعرفون ماذا يفعلون عندما يعالجون المرضى مثلا في عشبة أو غيرها أو غيرها نحتاج وعي صحي للمواطن العراقي يعني هو نحن الحياة تتطور نعم وتبدأ يتطور وحتى الأمراض والفيروسات وقعدت بشكل تطور جدا يعني ملحوظ ودى اللاحظة أتقلوا شيء يعني عرجت على نقطة كلش مهمة أنا لحد الاني صادفوني برا واني أحكي بموضوع كورونا يقول لي سيد مصطفي يعني ما أقول لبعدك تحكي بهذا الموضوع هذا ما أكو ترى يعني لحد اليوم هذا الموضوع أكو تشكيك أكو رفض نعم هذا قلت لك يعني قلة الوعي الصحي قلة الوعي الصحي نحن نريد نستثمر حضراتكم يعني قناة الرشيد حقيقة من القنوات المتعاونة جدا في موضوع التوعية وكان الهدور بالتوعية في فترة كورونا وما بعد كورونا وأنا أشكرهم من هذا البرنامج نحن اللي نشكركم وأحنا مستعدين للتعاون وياهم ويا كل القنوات الأخرى الآن نحن في حملة الثلاثيمية ونرجو التوعية حول هذا الاتجاه ونرجو من جميع المواطنين الذين لديهم مريض في عوائلهم أو في أقرباهم يعاني من مرض الثلاثيمية أن يهتموا بفحوصات ما قبل الزواج قد يكون لهم سمة وراثية منتقلة وقد يسبب لهم مشكلة مرض الثلاثيمية يكلف البلد مئات الملايين من الدولارات شهريا وسنويا وكذلك يكلف العائلة يعني احنا في حصائية بسيطة لأحدى جمعيات الثلاثيمية يكلف العائلة أكثر من 3000 دولار شهريا وهي عائلات بسيطة لا تستطيع ويكلف الدولة من 3000 إلى 4000 دولار شهريا المريض الواحد وهذه البجت وهذه الأموال لو تصرف في أمور صحية أخرى لكان يعني حققت نتائج بالرعاية الصحية الأولية وكذلك يعني باللقاحات وغيرها يعني يعني بدل ما أصرف 3000 إلى 4000 دولار بتحليل جدا بسيط قبل ما أتزوج بالضبط أقدر أنه حفظ على صحتي وسلامتي وما أصرف هذا الصرف انتهي ل3000 شهريا أي شهريا شهريا على مدى العمر زائدا يوميا يروح للمستشفى وتعرف حضرتك الكانيولات والدم وهذا الألم اللي تعرض للمريض إذا تركنا الموضوع المادي أيضا الموضوع النفسي والمعاناة طبعا هذا أهم وعندما أصبحت هناك شحة بمادة الدسفرال للعلاج يعني كثيرا ماتوا مع الأسف في فترة الجائحة مع الأسف طيب يا دكتور أريد أن أعرف منك موضوع أنه بعد رفع الطحال للمصابين بهذا المرض هل من أعراض جانبية يتعرض إليها؟ طبعا هو الطحال يعتبر يعني غدة لنفاوية تعمل على فلترة الدم من الجراثيم يعتبر مثل اللوزتين عندما يصبح به تضخم طبعا إحنا راح نرفع الطحال أيضا راح نأثر على الجهاز المناعي أكيد يعني صح زائدنا الطحال يحوي على كمية من الدم كبيرة يعني هما ذول الطحال هم يكون متضخم أربع أو خمس أضعاف يعني راح يشيلوا إياه دم كبير من الجسم وبالتالي أيضا راح نحتاج نعوض هذا الدم رفع الطحال يسبب مشكلة للمريض لكنه في بعض الأحيان يجب رفع لي أنه يصبح حجما كبير جدا طيب إن أنا آلية العلاج الصحيحة يعني تحدثنا عنها قبل شوية ممكن تكون يعني بعلاج تام لو مجرد تخفيف للألم لا أكثر ولا أقل إحنا ما عدنا علاج للثلسفيمية كعلاج نهائي في كل العالم لأن هذا كل الأمراض الوراثية أستاذ مصطفى هي مالها علاج نهائي وكذلك هنا مريض أستغل هذا المكان أمراض مثلا الضغط والسكري ليست لها علاج نهائي نقرأ أو نسمع مرات في الفيسبوك على علاج يتم الترويج إلى راح يطيبك نهايا من السكر وراح يطيبك نهايا أنا كثير من المرضى التصلوا بي وعلى مستوى مسؤولين في الدولة قال لي دكتور اشترينا الدواء واخذنا بيهم سكر وبعدين اختفت البيجر راسلهم ما يجاوبونا باعونا الدواء بـ 75 ألف وبعدين ما يجاوبونا فهذه هو ما لعلاج نهائي وإنما فقط تعويض دم تعويض دم يعني راح يبقى طول عمري يعاني ما لعلاج نهائي هو يعني أنت حجيت قبل شوي أنه توفير العلاج صعب لهم بضبط وحالتهم النفسية والمعنوية أكيد تتعب أكثر لأنه إحنا يعني إذا أنت واحد يروح يحل المرت يندم نعم بعد ما إلك قابليا أنه تتحمل نيدلات إعطاء الدم ساد مصطفى مو مثل كانوا العادية ومو مثل سحب دم تكون كبيرة كبيرة تكون مؤذية مؤلمة يعني نيدلات إعطاء الدم قطرها يكسر أكبر وأذيتها أكثر يعني فأنت تتخيل يعني كل أسبوع مرة أمرت أن يروح هذا المريض إلى أن يعني حتى الأورد أمالتها تتليف وتنسد ويتعب هو ويتعب اللي يطيد دم يعني بنفس الوقت يعني فهي معاناة حقيقة فعلا يعني وأنتم معاناتكم أكبر بالموضوع أكيد أكيد مرات قلة العلاج الموجود وهذه والحالات قد توصلكم أجل قد نقدر نقدر نسبة عندنا بالعراق المصابين تقريبا يعني بإحصائية تقريبية هما بين الـ 27 إلى 28 ألف مصاب بالعراق عندنا ومثل ما قلت لحضرتك المصاب الواحد يكلف نفسه ويكلف الدولة يعني كثيرا يعني مع الأسف زائدا إحنا يعني معاناته هو النفسية والبدنية يعني كبيرة جدا فهذا العدد هو كبير يعتبر 28 ألف مصاب يعني يعتبر عدد كبير بالنسبة للعراق يعني أن دائما نشوف أنه وزارة الصحة يعني دائما نقدم إرشادات صحية بكل مجال مو فقط بس بهذا المراض بكل الأمراض بكل اللقاحات طيب إشقد أكو نسبة استيعاب وستقبال لهذه الإرشادات إحنا يعني يوسفني يعني أقول لك بهذا الموضوع إحنا نسبة التقبل للتوعية الصحية قليلة جدا يعني نسبة ضئيلة مقارنتين مع مستوى الوعي العلمي عند المواطن العراقي يعني كلنا عندنا شهادات وعندنا المواطن ومرات تلقاه على مستوى عالي من التعليم وما يتقبل التوعية الصحية وكذلك المواطن البسيط في مرات يتقبلها مرات لكنه بشكل عام نسبة التقبل عندنا للتوعية الصحية قليلة جدا يعني ما يتقبل المواطن ما يتقبل ما يسمع من الطبيب ما يسمع من يعني من المرشد المثقف الصحي يسمع من أشخاص آخرين قد يسمع من قريب أو جيران أو شخص عادي بسيط ليس لديه معلومة وهو يعني تعرف حضرتك وتشايف أكيد هناك ناس تتكلم في كل شيء يعني هو مو طبيب ويحكي بالطبي أبو المفهوم هو مو مهندس يحكي بالهندسة يعني وهذا مشكلة نحن في العراق وفي كل ومشكلة البيجات الموجودة اليوم على المنصات التواصل الاجتماعي اللي بدأت تغيب عقول الناس صحيا هذه كارثة حقيقية هذه المصيبة الأكبر لأنها قلت لك يعني طبعاً يقول أكثرها غراب مادية بحتة 100% ويروج لك عن علاج يقول لك علاج أمريكي وخلي علبة جميلة شكلها وسعرها ويرطيك ضمانات يقول لك 100% أنت راح تطيب من الضغط ومن السكر يا أخوان لا تشترون أي علاج وحتى لو ظهر طبيب يروج لعلاج في الفيسبوك لا تشترون منه يعني ماكو علاج لأمراضي ماكو علاج يروج له بالفيسبوك يعني العلاجات موجودة بالصيدليات وموجودة الأطباء هم على تواصل وعلى تحديث للمعلومات الطبية والدوائية وانت ذكرت أن الأمراض المزمنة البلاثية ما لها علاج هذه دائماً يعني خلي معلومة للمواطن يقول لها لقينال قدوة للسكر لا يصدك لقينال قدوة ينهي الضغط لا يصدك مثل ما بعض المراضي لقينال قدوة ينهي السرطان هم لا يصدك راح ينهي القولون هسا كل شو هو كل شيء لو نحن نشوف يعني يكون قنوات فضائية أيضاً يعني اليوم ده تروج عن هذا موضوع السكر وتروج عن الإلاج لهذا الموضوع نعم هذا مشكلة وناس ده تطلع يعني ناس مشتريه يعني الموضوع ليش واضح يعني تحياتنا لإخواننا الإعلاميين حقيقةً هم ما قصروا ويانا بالجائحة فإحنا همياً ما ننسى فضلهم على المواطن العراقي بالجائحة يا إخوان الترويج للأدوية مشكلة أنت تتحمل دم إنسان بريء قد يموت بسبب اعتماده على دوة يروج له وهو دوة غير صحيح إحنا لن ندخل بخطيئة الناس لن نقولهم هذا الدوة طيب وإحنا ما متأكدين مليون بالمئة ما متأكدين مليون بالمئة أن هذا الدوة منطي المريض في دول العالم شون ينتج الدوة؟ علية رايلز يعني نسميها دراسة وبحث وتجربة وبعد ذلك يثبت هذا العلاج فعالة وغير فعالة حلو طيب هنا نقبل شيء ذكرت أنها تدكل أعمارهم قصيرة لإصاب بداءة 300 نعم لأيفية عمرية يعني يوصل يعني حقيقة ما نقدر نحدد لكنهم ما يصلون مثل أقرانهم يعني حقيقة أكوناس بالعشرينات تموت أكو بالثلاثيناتين عام أكو قبل هذا العمر أكو بأعمار المراهقة يموتون لأنه ما قدر يحقق أخذ دم خصوصا عند الناس اللي وضعهم المادي والاجتماعي سيء وماكو يعني تواصل يعني أهلهم يملون وما عندهم كان يوم يودي مثلا للمستشفى يحط له دم أو كل فترة وبالتالي هذا يتعب يتعب يصير عنده عجز كلا وعجز القلب بسبب فقرة دم الشديد وبالتالي يموت فمرات بأعمار أقل من العشرينات وقليل منهم يصل إلى أعمار أكثر من هذا طيب يعني اللي يعبر مرحلة المراهقة خلي نقول ممكن أنه تبين علي عراض مثلا هو بفترة الفترة الطفولة ما بينت علي عراض نعم ممكن أنه يمر بيع عراض تطيئ اندار أنه مصاب بهذا المراهق ممكن الحالات الألفة الثلاثيمية اللي هم يعني المرضى اللي أبسط من المرضى غير كامل الصورة نسمي اللي يحتاج فقط لتبديل دم سمة سمة الثلاثيمية هذا يحتاج دم في فترات أقل نكتشفى مثلا الدم ما ليكون سبعة أو ثمانية نقول أو ستة هاي بالقياسات هذا أقل من ذاك اللي بي بنص دم ذاك تقريبا بنص دم الإنسان الطبيعي مثلا دم الطبيعي 12 هو بي 6 أو بي 5 هذا يحتاج دم ممكن تظهر علي أعراض بالمستقبل خصوصا بعض النساء اللي هم مثلا عندهم مشكلة بالدورة الشهرية تطول عندهم أو ناس عندهم مشاكل بقرحة المعدة أو قد تكون متزامنة مع أمراض اخرى مثل السرطانات لا سامح الله وفقدان دم يعني الأمراض اللي بيها فقدان دم تتزامن مع هذا رح تبين صورة أوضح يعني فعلا وجودك اليوم جدا مثمر لأنه نحن نحتاج للتوعية يعني حتى أنا واحد من الناس يمكن عندي معلومات صح ودائما أراقب الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة وأكيد مشكورين يعني أنتم ككادر طبي مهم نفخر بكم لأنه أنتم تسهرون التعبون الضحون حتى ترككم لعوائلكم في سبيل حتى توصلون المعلومة وحرصكم على المرضى وعلى المواطن بصورة عامة يعني أنا واحد من الناس قلت لك دائما أستمر بهذه الإرشادات أستمر دائما أنه أسمع جزء المعلومة عندي مكافية صح جزء أنا يعرف أشياء بسيطة صح بس أكو أشياء ثانية لازم أسمعها حتى أستفاد من عدها هذا اللي نحن نأكد عليه الوعي الصحي الوعي الصحي هذه الإرشادات الصحية يعني ما أعتقد أنه عيب أنه أنا اليوم أتعلم أو أسمع لأن هذه الإرشادات الصحية تقدمها وزارة الصحة هي إليه المصلحة ليس لهم نعم يعني هو دائما يقدم لك النصيحة والموضوع يبقى راجع لك نعم نحن نقول بالعراق الموظف يقول هو دائما أخذ راتبه ها يشتغل أو ما يشتغل لكن هاي أمانة أمانة علمية وأمانة شرعية هو توصيل المعلومة يعني إحنا دائما نتعب حقيقة يعني وهذا واجبنا بس نريد من المواطن تجاوب إحنا يعني أنا أستثمر حضور يوم حضرتك عندنا أطلقنا صفحة بالفيسبوك اسمها صحة وعافية هذه خاصة بمرضة الثلاثيمية وتجاوب عن كل التساؤلات وبها فيديوات وبها أمور ثانية هاي صفحة صحة وعافية في الفيسبوك وفي الإنستغرام اللي يحب يعني ياخذ معلومة عن مرضة الثلاثيمة بشكل عام يرجع لهذه الصفحة وبشكل عام اللي يحب ياخذ معلومة علمية طبية رصينة يرجع إلى صفحة وزارة الصحة العراقية حلو طيب دكتور هنا وجباتهم غذائهم يعني للنوعين للمرضة الثلاثيمية يكون طبيعي؟ إحنا ما نحددهم بغذاء لأنهما أصلا يعني شهيتهم للأكل قليلة فإحنا ما نحددهم بغذاء بالعكس إحنا نريد أن يأكل ما يكون مشكلة بالأكل يعني عدهم مشاكل أخرى يصير عدهم سهال مزمن بين فترة وفترة هذا هم يعني يتعبهم ويضعفهم بعد أكثر التهابات مثل ما قلت الحضرتك يعني بسبب ضعف المناعة قلة الخلايا البيضة بالدم وأيضا خضاب الدم الهيموغلوبين هذا رح يضعف مناعتهم أكثر فنكون معرضين دائما للالتهابات يحتاجون دائما مادة الفولك أسد اللي هي مادة مقوية للدم أو تساعد بإنتاج الدم دائما على مدى عمرهم تقريبا يحتاجون علاجات مضادات حيوية للتهابات قد لا تعمل عدهم العلاجات العادية بين فترة وفترة يغير نوع المضادات الحية وحتى يشتغل عنده بعد أكثر يعني علاجة ما كستمرارية بعلاج معين من البعض يحتاج إلى تغيير العلاج لا هو كعلاج مستمر هو يأخذ الفولك أسد هذا مستمر لا أنا كمضادات مضادات يعني كده إحنا ما رح نستمر بالمضادات بس مثلا أبسط لك ياه المواطن العادي يأخذ كابسولة مثلا أموكسيل ثلاثة أيام وانتهى الموضوع هو قد يحتاج مول أموكسيل يحتاج النوع الأغلى من المضادات ويحتاج أسبوعين حتى يطيب من التهاب بسيط قد يكون التهاب لوزتين أو مجارب أولية أو غيرها بسبب يعني نقص المنع مثل مريض السكر يعني التهاب يطول يعني هنانا المعادلة وحدة أنه مرض يخسرنا أغلى شيء عندنا لليه صحتنا ويخسرنا المادة للمن يقدر نوفرها إحنا اليوم يعني الموضوع مترابط بظروف اقتصادية إحنا صعبة نعيشها اليوم هو ما عنده قابلية يشتغل جسمه تعبان ما عنده قابلية يعني مراتك وناس يمكن أكيد تمارن أمراض يعني بسيطة الحمد لله والشكر لكن من وقته لا يقدر يوفر العلاج بالضبط طيب هذا المرض يعني هساني مين دا أسألك على هذا الموضوع ما بي أي فدباب إيجابي يعني أو شيء بسيط ممكن أنه يهون عليه أو هذه يعني موضوع المضادات موضوع العلاج متوفر أولاة تبديل الدم العظام الوجه اللي ذكرت عليها قصر القامة الالتهابات المستمرة التليوفات اللي تصيروا سبب الكانونية يعني كل هذه التفاصيل ضرر النفسي عند المريض موضوع كل شيء بسيط بالضبط اللي هو التحليل قبل الزواج والفحوصات الدورية هذه المهمة تشيك اوب يعني لأي شخص يقوم بها أي إنسان يقدر يقوم بها نعم وإحنا دائما عندنا مشكلة فحوصات ما قبل الزواج يحاول يلتف المقبل على الزواج على الفحوص ما دري ليش وهو إلى المصلحة يقول لك خاف ما الزواج والدولة لا لا نحن محد يمنع من الزواج أبداً بس هو من يكون عنده يعني نحن نقول بري اكيو بايد يعني هو عنده معلومة أولية قبل ما يدخل على الزواج إنه هذا بيهان مشكلة كذا كذا يتخذ إجراءات عندك مرض مثلاً منتقل جنسياً عندك أيضاً تقدر يعني تتخذ إجراءاتك أنت يعني لا أكثر ولا أقل هو إليه وحتى هو يكلف الدولة ترى الفحص يكلفه كثيراً وهي تسوي بلاش للمريض يعني يعني أنا قلت لك قبل شوية إنه موضوع بلاش أبضل ما أنا أصرف شهرياً مثل ما قلت أنت صحيح لـ 3000 والـ 4000 دولار صح يعني مو أكون أغلب العوائل بالعراق عدنا اليوم ما يقدرون يوفرون هذا المريض صعب جداً بهذه المبالغ الطائلة طبعاً صعب نفس الوقت أنت تكونوا مكتوفي الأيدي ما تعرفوا شون اللي تسوي إحنا لذلك أطلقنا الحملة يعني مشكلة حقيقة هذه التورية مهمة هاي ما منتبه عليها معظم الشعب العراقي بس هم هاي الفئة الخطية اللي تعاني فئة الثلاثيمية هم وعوائلهم وقرباءهم يعني يعانون فردنا يعني نخرج إلى النور هذه المشكلة وعلى هالأساس سوينا هذه الحملة وأطلقنا صفحة صحة وعافية صحة وعافية حتى إن شاء الله الناس تتوعى بهذا الموضوع دكتور شنو اليوم إحنا يعني عدنا ببقعنا العراقي وشار العراقي اليوم الأمراض اللي محد يستمع لهذه الإرشادات الصحية اللي بيها واللي مستهينين بيها واللي هي ممكن تكون أسرع ما يودي بحياة المواطن سؤال ممتاز حقيقة يعني كأنما أنت في قلبي يعني يعني أكو أمراض الناس هاملتها مهتمة بأمور ثانية وهاملة أمراض يعني كثيرا أنا أشوف مرضى أو مرضات يجون مهتم بموضوع ثاني جلدي وهو عنده فقر دم شديد مثلا فقر الدم عندنا مرض مستوطن بالعراق ونسب عالية جدا من النساء والرجال عندهم فقر دم وهو ما يدري وهذا طبعا يودي به إلى عجز القلب مرض ضغط الدم نعم ارتفاع ضغط الدم كثير ينكر الحالة من ينقول لك أنت بيك ضغط الدم يرفض وهذا رفضة يؤدي إلى تضخم عضلة القلب بعد فترة من الزمن إذا ما أخذ دوة ضغط الدم بشكل مستمر والتزم بالتعليمات مرض سكري كل مريض سكري إن شخصا نقول لك أنت بيك سكري يرفض الدوة ويرفض التشخيص يستمر فترة ستة شهر إلى أن يقتنع بعد فوت الهوان يسبب لهذه المشكلة الأمراض المخفية مثل أمراض تكسر كريات الدم هناك عندنا بعض الأمراض الوراثية التي يتم اكتشافها بوقت مبكر عن طريق ما نسميه غربلة الولادة هذا برنامج موجود بوزارة الصحة دارة الصحة العامة في كل مراكز صحية بالعراق أول ما ينولد الطفل يوجد بعض الأمراض إذا شخصت مبكرا ممكن يعيش الطفل وإذا انتركت بعد أسبوعين ثلاثة بعد ما ممكن علاجه ويموت هذه أمراض الغربلة أيضا من أمراض المخفية وغيرها يعني إحنا المريض بشكل عام موضوع الفحص الدوري كل ستة شهر تحليل أو يشوف طبيبه يعني هذا موضوع مهم همين حتى يقدر يكتشف بعض الأمراض وغيرها يعني يعني كل شيء يكتشف ببدايته سهل علاجه سهل سهل جدا بس بعد فوات الأوان تكون صعوبة نعم وبالذات يعني يتقدم العمر أيضا يكون العلاج صعب أكيد يمكن أنه بمقتبل العمر ومكتشف هذا الموضوع تكون سهولة علاج الاستقبال العلاج يكون أسرع بضضب لما أنه يتقدم بالعمر وصحة وعافية دائما إليك أشكر ولكل كوادرنا الطبية بوزارة الصحة ولكل كوادرنا بكل مستشفياتنا بكل مراكزنا الصحية نتمنى يا ربي لهم دائما الصحة والعافية ونتمنى دائما هذه ثماركم الخيرة التي نستفاد من عندها إحنا وكل شعبنا يا ربي إن شاء الله دائما اللي لازم نستفاد منها وخليني نستغلها مو مشكلة خليني نستغل هذه العقود الموجودة عندنا لصالحنا حاضرين للاستغلال يعني هم يعني هذا أجمل استغلال حاضرين يعني اللي هم حاب بنا وتستغلوا نعم بإرشاداتهم بالوقاية بالفحوصات الدورية يعني اللي هي جدا جدا بسيطة والله العظيم ومجانا أفضل ما أنت راح تدفع 3000 و 4000 دولار وما تدفع رشتات العلاج اليوم اللي جدا صعبة وهو يعد نعواء اليوم صعبة يوفرون العلاج وهذه كلتها تنحل بشغلة كلش بسيطة فحوصات دورية التزام وقايا وعي صحي كافي نريد اليوم حتى نقدر أنه نعبر كل هذه المراحل الصعبة اللي نعيشها اليوم وكل اللي فقدنا وكل اللي خسرنا بالأمور والسلبية اللي مرينا بها من فيروس كورونا وغيرة وغيرة كلها سهلة صحة وعافية بيج موجود لأمراض الثلسيمية ووزارة الصحة أيضا بيجها موجود وتتقدم إرشادات وفرغ جوالة كوادر طبية جدا جدا دقوبة وكل الخير والصحة والسلامة أتمنى لك دكتور إن شاء الله أشكراك شكرا لك دكتور إذا المشاهدين الكرام محورنا اللي كان مع الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة اللي كان محور جدا مهم لكل المصابين بمراض الثلسيمية اللي بكل سهولة أقدر قبل الزواج أسوي الفحوصات الدورية المهمة اللي تضمن سلامتي وسلامة الأجيال القادمة اللي نفخر بها واللي دائما نتمنى أنه عراقنا يكون خالي من أي مرض ومن أي فيروس ننتقل إياكم إلى فاصل وبعدها نتواصل إياكم بكل فقراتنا اليوم شكرا